منش جديد ومن عبر شاشة الأنبيئينا بدي رحب فيكم مشاهدنا ورحب بكل شخص نضم لقلنا بهذه الحلقة وبصرني وبشرفني بهذه الحلقة يكون ضيفة سيد هاني نصار رئيس جمعية بربرة نصار أهلا وسهلا فيك معنا أهلا فيك يا رب نحياتنا لألك يعني صاح اليوم بدنا نكون عم نحكي هيك معاناة مرضى السرطان ودايما بس نحكي معاناة مرضى السرطان بيكون في غصة كبيرة بيكون في وجع كتير كبير بس بتعرف أمرار هيك فيه حدث بيصير بيستبدل الوجع والألم بأشي هيك إيجابية وبس نكون نحكي عن جمعية بربرة نصار بتلاقي فيها كتير من الحب وفيها كتير من الأمل لأنه فيه إنسان مناضل أنا بسميها لبربرة تحية لروحها لأنه ناضلت قاومت لحتى تقدر تضل على قيد الحياة لفترة مع عائلتها مثل كأنه عطتك الراسية اليومية هاني وأنا كتير بعارف شغفك وحبك لبربرة لخليك تكمل بهيد الطريق تحت الهواء كنا عم نتحدث وعن جد هيك كبرتلي قلبي ما في شي بالنسبة لي بيصير هيك بالصدفة 16 أب هو تاريخ مميز بحياتكم كشركة بهيد الحياة كان عيد زواجكم 16 أب وخمسة وعشرين سنة بتكونوا كنتوا عم تحتفلوا سواء نحن هلأ 16 أب للصدف أنه فيه توقيع كونترا أو شو بدي خبرني فيه شي رح توقع عليه لهو كمان طبعا بيكون كمان لمرضى السرطان مكان ليكونوا موجودين الشي من علاجات وأمور كتير ف16 أب رأم مش للصدفة خبرنا صح من بعد مرور سنة على وفاة بربرة أهديت مؤسسة جمعية بربرة نصار لدعم مرضى السرطان يعني هي كنت أخذت علم وخبر ونحنا نكملنا فيه من بعد وأطلقنيها كمؤسسة اليوم 16 أب بعد مرور 25 سنة على زواجنا أنا وبربرة فهديتي لألأ هي مركز بربرة نصار لدعم مرضى السرطان يعني هو هدية بربرة لكل مصاب بالسرطان في لبنان لحتى يحس حاله منه متروك يحس حاله عم بيصارع المرض ويواجه في ناس دائما خوفه مع أشخاص مثله إيد بإيد ومع الأخصائيين كمان وحتى في شغلة كمان هيك صارت ومش بالصدفة بربرة اللي بيعرف قصتها وكتير حكيت حضرتك بحلقات كتير عنا بفترة العلاج وبفترة إنه عرفت كانسر وفاتت بهالمعاناية الكبيرة الكتير بتشبه من كتير أشخاص عم بعيشوها يوميا ببلدنا كان الحكم عطينا وقت أشهر أسبوعين أسبوعين وفي 16 أب كمان وين كانت بربرة؟ صح سنة 2012 كان نصرنا بتالت سنة بالمرض وأصلاً كانوا قالينا أنه بتعيش سنة بربرة قعدت خمس سنين هي وقت الفات الحكيم وجو أسود قالونا عملت متاساس بالمناج السريبرال بالصحية قالونا وضعوا بعضكم عندها أسبوعين حتى تعيشهم كان عيد زواجنا ب16 أب 2012 بعيد زواجنا 16 أب 2013 كانت بربرة على القرن السوداء تبعته تحيي للحكيم تقولوا بعدني طيب الأعمار بيأضربنا لك أنا وين فدايماً نحن بننصح لكل أنه موضوع الأعمار وقديش بده يعيش الإنسان وكذا أنه ما نفكر بالموت نحنا خدينا كل يوم بيطلع علينا الضو خدينا نعيشه ونعيشه بملءه وأنا دايماً بقول لهم هالقصص تفوت من هالدينة تطلع من هالدينة وكملوا حياتكم بشكل طبيعي بالضبط تحية لروحها ما في شك علمت كتير حتى بولادها كان إلا هيك دور كتير كبير اليوم كنت ب16 أب عم تمضي كرميل تبلش بهيدا المكان لعن جد هدية لروحها لأنه هي هيك بده بده كل حدا يوقف إلى جانب كل مريض عنده كانسر رح أحكي بعد شوية تفاصيل ومعانات ولكن خلينا لأنه بلشنا بالمركز بلشنا بهيدا المركز اللي كان كتير اشتغلت لحتى تقدر تصله خبرنا عنه صراحة هيدا حلمة من وقت ما انطلقت بمسيرتنا بالجامعية اليوم كل مريض سلطان بيروح بتعالج بالمستشفى بس يظهر من المستشفى بالنسبة له صار رجع وحده يعني قداش هي عائلته بتكون حضنطه هو هنه وإذا ما عنده عائلة أو عائلته مش حضنطه يا ما في أزواج عم بيتركوا بعضهم بس حدا منهم يمرض فعم بيسارع جدا لحاله المستشفى يمكن انت بتعطيك العلاج صح اللي حيكون هو المستوصف بيضم عدة عيادات 8 عيادات للأطباء بيجوا المرضى بيشوفوا أطباء مجانا في عنا صيدلية الكبيرة تابعنا يلي هي بتوزع أدوية الأمراض السرطانية مجانا مركز تصوير إيكو مامو وغيره وكل الكشف المبكر يلي فينا نشغل عليه لح تكون فحوصاته مأمنة عنا أكيد بتعاون مع المستشفى المحيطة طابق اللي فوق اللي حيكون الأول اللي حيكون هو كل كل العلاجات النفسية المتابعة النفسية للمرضى إن كان إفراديا يعني مع سايكو ثيرابيست أو سايكو ثيرابيست أو سايكولوج بيجو بيقعدوا معه كمعيد خاصة هون عم يشوف يمكن واضحة تكون هنا أو النشاطات يعني بتنعمل مثل علاج بالفنون علاج بالموسيقى علاج بالفتنس بالرأس بالدراما سوهذا طابق كامل كل طابق اللي حيكون عنا تقريبا 525 متر مقصم كل نشاط اللوكال تبعه يعني في عنا الطابق اللي فوقه اللي حيكون مركز للمؤتمرات نحنا نتميز باللي عملناه وقت اللي جمعنا بالكانسر أولنا كل المستشفيات نحنا اللي حلو فينا أنه نحنا مش من تميين إلى جهة مستشفى أو طبيب ونقطة على السطر ما بنشغل إلا معه لأ نحنا لكل مرضى السرطان باللبنان هذه نقطة تقوى قدري أن نقدر نجمع الكل مع بعضهم سو وقتها بيطلع تعمير من الوزارة التربية للمدارس تجي تزور المعرض لحتى نبلش نحكي بالسرطان من عمر المدرسة لأنه ليش بدنا نخبي على الأولاد وبس يكبروا بينصدموا أنه في شيء اسمه سرطان لأ خلينا نتعلم عنه البربرة دي ما كانت قوي بدك تنتصر على المرض بدك تسميه باسمه مش شهيداك المرض صح سو بهذا الطبيق اللي حكون عم نستقبل نحنا طلاب المدارس والجامعات حتى موظفين الشركات بيجوا بيحضروا محاضرة توعوية بيسمعوا شهادات المرضى بيشوفوا أنه لأ مرضى سرطان فيه تكون مرحلة وقطعت بحياته للمريض وكملوا حياتهم بشكل طبيعي وبيزوروا المركز وبيرجعوا على مدارسهم الطابق الأخير اللي حيكون كنا نفاكرين هو مركز للعناية التلطفية فيه نحنا بنتعون مع الجامعيات اللي بتهتم بالعناية التلطفية يعني المرضى اللي من بعد مرحلة العلاج الكيميائي خلاص على اللبناني بيقلوله خدوه على البيت منتعاون نحن وياهم بس ما بيغطوا كل المناطق وإذا مريض عيش لحاله ما بيقدروا يخدوه لأنه هنه ما بيعيشوا معه بالبيت بيعلموا زوجة مثلا كيف تعملوا إبريت المورفين أو كيف تهتم فيه أو كذا أما المرضى إن كان شباب وصبايا وكبار بالعمر عيشين لحالهم صحيح نحن لدينا المشروع لأنه يمضوا آخر فترة بكرامة لنا بناءً على طلب المرضى بالجمعية نقلنا هذا المشروع رح نعمل بمرحلة لحقة بمحل تاني الطابق الأخير رح يكون هو لنشاطات المرضى تعرفين في كتير سبتات مثلا اللي يعنوا بريست كانسر بباطل يقدروا يشتغلوا مثل قبل لأنه إيدهم بتوريم حسب أي ثادي شايلينو والليمف نود وهالقصص هايدي فبباطل فيها تشغل الشغل اللي هي كانت تشغلوا من قبل فنحن اللي حنكون عم نشغل إنه نعلمهم حرف عقد إمكانياتها بتشغل عقد مسحاتها بتسمح له إن كان بالمركز أو بالبيت بيعملوا دورات ونحن بنرجع منسوق لهم المنتجات طبعهم فبهذه الطريقة بيكونوا هني عم يشتغلوا ما حصوا إنه إنتاجيتهم وقفت ومن ناحية تانية منكون عم نأمن لمرضى السرطان حاجاتهم كلهم تسوا والمردود كمان الإضافة اللي حيكون لدعم مرضى السرطان لعالجاتهم بالمستشفية يعني عن جد هيدا إنجازة كتير مهم غير إنه قصص يمكن حتكونوا ذكارة إشي طبية من فحوصات من أمور رح تكون مأمنة هيدا الجلسة الحلوة اللي حتجمع المرضى واللي شفيوا والأشخاص اللي هلأ بالعلاج وكل التفاصيل تحت أي صف بالصفوف هيدا حالة إنجاز كتير حلو وهيدا حالة علاج بحد زيته فمبروك فعلا على كل هيدا مبروك لكل لبنان ولكل المرضى 100% ودايما هيك بيضل فيه هيدا الألفة مع بعض وبيوصل الصوت إن شاء الله دايما أسرع بعد ما عرحنا أرد ثرابي ميوزيك ثرابي كل هيدا التفاصيل بيضل فيه معانات كتير كبيرة يعني مشكورين رح يكون فيه هيدا المكان اللي حيجمع لينس شوي الواجع بما كان ما ولكن فيه معانات بعانية مريض الكانسر أو السرطان بلبنان كتير أمور يعني خبرنا مفوض بموضوع العلاجات هل فيه جديد موضوع وزارة الصحة ضمان أمور بما أنه حضرتك المتلقي الأول دايما لكل المعانات صح هلأ قبل ما أحكي عن موضوع العلاجات نعم فيه مرضى السرطان عندهم معانات بالبيت يعني مثلا إذا أنا عندي سرطان الكولون محاولين للخروج على خسرته طيب ما هولي كيس أنا بشريون بالشهر بدي أم بدي كمية معين اليوم صار حق 150 دولار عادة كان بنتل الكيس بشيله بكبه بحط غيره صح جتابل هو اليوم صار نعم نغسل الكيس كمرضى ونجع نستعمره يعني ذل أكتر من هيك ما فيه للأسف فهالقصص ما العلاقة لا بفتوط المستشفى ولا العلاقة بالوزارة أو بالضمان أو غيره هوا قصص المرضى بيعشون الستات يلي بيشيلوا الثادي تبعون بدون يحطوا البروتاز زبطيت هاتقيلة هاي بتوجعني هون هاي كذا سو هاي دي الحاجات نحنا كلها سووا بتبينها أورادي مبيني معنا وعمل نشغلها بس بنفس الوقت وقت لأنت بتعملي هيدا المركز ويصير فيها المجموعات كل الدعم بيجو ناس مثلا من برة لبنان أو من لبنان بيقولوا نحنا يا خي حبين ندعم مرضى السرطان شو منعمل وقت أنت بتروح بتقولي أنا عم بعطي هالمساري أو هالأدوية معينة لمستشفى طيب المستشفى ما عم تعطي مجانة لمرضى السرطان إنه بعدين المستشفى ما بتوصل الشغلة مع المريض بهذه الطريقة سوصرنا نحنا إذا بدك إنه عم نوجه يلي حبين يدعموا عن جد مرضى السرطان يقدروا يوصلوا دغرب مباشرة لقيلهم ونحنا عم نقلر نأمن لهم هالحاجات هايدي انطلاءا من التبرعات اللي بتوصلنا أو ناس بطالة بحاجة لقيلة بتعطينيها بنعطيها نحنا لغيرها مثلها مثل الإدوية بس إنه حلول المهم إنه توصل للشخص مباشرة أو المستشفى بتجيب تقليك أنا مثلا عندي صندوق لدعم مرضى السرطان بتسعب لك مثلا البيتسكان 700 دولار كيف تساعدون نعمل لكم نحسن 250 دولار أوكي يعني أداة صارت لدسة 450 دولار أنت فيك أصلا تروح تعمليها بره 300 دولار يعني مثل يتحكوا علينا ويشحدوا علينا ويربحون جميلة من كيسنا فوق واجع من غير الواجع صحيح فهيضا نحنا نلبط بالأرض ونقول إنه نحن هون مريض السرطان ممنوع بقى أحد يستخله وهيدا هو وصلوا لقلو مباشرة هلأ بالنسبة لموضوع المعاناة كوزارة صحة وكضمان الشماعي وغيره اليوم إذا أتحدث عن موضوع ضمان الشماعي نحن حكينا كثير أنه ضمان الشماعي في عندنا الأدوية الأساسية رفع عندنا الدعم ما عمل بعضه يدفع على الألف وخمسة حتى بطلنا نتعذب نروح نعمل موافقة لأن مش بحرزة على التحليزة يعني اليوم الدولار بحدود المئة ألف تقريبا وهو بعضهم يحسبنا يعني واحد بالمئة من الفتورة فإذا أريد أن أضع بنزين أنا أعمل موافقة ستطلع أكتر فأمنا الأيام رجع بعد ورانا رحت اجتمعت مع مسؤول عن الصيدل بضمان الإشماع عملنا ليستة من هوا هنالأدوية اللي نحنا بحاجة أنتم تجعوا تدعمون مثل الأول مش تدعمون تدفعون أو أقل له نسبة معينة 80% من حق الأدوية بس حس هالمريض أنه في فرق يعني صح يعني تخيل اليوم لارا أنا اليوم بدفع للمستشفى 250 300 في مستشفى بتاخد 450 وخمسين دولار بس لا يعقل المصل نعم طب نجي لحق الأدوية إذا أنا مثلا بيجي الوزير بيقلي رفعنا الدعم عن هولي لأنه نرخاص نقدر ندعم لحق ألف الدولارات طب نرخاص تنقول واحدة حقها 100 دولار الأمبول ما أنا بدي استعمل من هيدا النوع مثلا 3 أمبول ومن هيدا النوع 4 أنوايا مثلا من هالنوع 2 أمبول ومن هالنوع كذا تطلع في التورتي بال900 دولار يعني هو قسم مننا مدعوم وقسم مش مدعوم طب عم تطلع أنا بالمش مدعوم عم بدفع 700 800 900 دولار طب أنا كيف أدي ضاين واليوم معروف الوضع بلبنان طبعا ما في دولة بالعالم إلا ما يكون فيه جهة ضامنة هي اللي بتدفع للمريض للمستشفى عن المريض اللي قل بلبنان يعني أنا بدي أدفع علاجي وكيف بنضاين صنحنا عم نحث الضمان للشميع أنه يرجع يحمل مسؤوليته ويعالج مرضى السرطان يلي عنا مئات الأشخاص وقفوا وتوفوا لأنه ما ما عنه لإدراءة يكملوا العلاج طبعا وهذا شو صعبة يعني عنجات شو صعبة يعني أنا عم بحكيكي عم بسرد بس أنا إذا بدأ جاء عملكيها الدراما وجبلك المرضى لهون أو أهالي المرضى يلي توفوا أنه من قضية انواحوا وبقاء وهيك العالم عيشي للأسر هاي الحقيقة هاي الحقيقة وما فينا نظلنا نترك الأشخاص من دون علاج أوكي يلا هذا لأنه معه سرطان خلي موت يعني غير مرض ومعاناته يعني كمان نحن بناخد نتنقل من شخصية بربارة بتقول سميه بالاسم ما تقول اللي بعيد من هون بس لنوصل لهذه المرحلة بدنا نكون نحنا عنا أبسط حقوقنا أنه يكون الواحد عنده العلاج ليقدر يقول اسمه لهذا المرض بس ويكون عندك غير وجعه وغير خطورته وغير قصصه واخباره كمان عندك أنه ما في علاج يعني هيدا اللي بيوجع المريض أكتر وكلنا صرنا منعرف يعني على أمل يوصل هالصوت وانتو مش مقصرين بالجمعية أنه النص العلاج هو نفسي فاليوم قديش بتنهار الحالة النفسية إذن ومعت تكلفة العلاج فهيدا لحالة ونحنا ما فينا ولا بدنا ناخد بمحل الدولي نحن خلينا عم نهتم بموضوع النفسي نفسي وهنا يهتموا بموضوع العلاج مش شغلتنا يعني ولا عنا الإدراء بالظبط لهذا الموضوع بس فينا نقول بمكان ما يعني حتى بوزارة الصحة حتى بأمور في تحرك لمرضى السرطان في أمور عم تتحسن في هيك أكيد أكيد لا أكيد يعني موضوع وزارة الصحة يعني أنا دايما نقول قد ما كان الوضع هلأ صعيب نجيب كمية كتير كبيرة أو شي هيك صب بيخرق وقت فراغ أسبوعين ثلاثة لكن رجاء إجاء الدواء بس إذا منرجع سنة إلى وراء لو كان المرأة أربع خمسة شهر ما في استيراد لأي دواء وإذا إجاء الدواء لبعد أشهر لا يرجع يجي اليوم أكيد الوضع أحسن من هذا الموضوع بس كمان الأهم من هيك هو أنه صار فيه سيستام صار فيه سيستام ماشي عليه ووزارة الصحة نظام مكنني بيتبع بيتتبع الدواء من وقت ما بيجي عن المطار لوقت ما بيفوت بعرق المريض بالمستشفى بيجي على اسمه يعني ما بقى فيه مننا هيدا أنه يجد دواء على مستوضعات توزيع الأدوية بالكارنتينا وغير الكارنتينا وينبيع بالسوق السوداء ويتهرب هيدا منيحة هيدا ما بقى فيه مننا خلصنا مننا مثلا بقولوا هالمعانات ففي موضوع المكنني هلأ هون أنت علاقتك كمواطن بطلت مضطرة تروحي تترجي الزعيم لفلانة ورئيس الحزب لفلانة والخزماتجة لفلانة يلي هني موجودين هون وهون وهون يعملوا لي وصل يجبوا لي الدواء من وزارة الصحة أنت من أبسط حقوقي كمريض يوصل دواء لعنديك بكرامة وهذا اللي صار هيدا نقطة ترفع لها القبعة بوزارة الصحة لهذا الموضوع هلأ ما بيكفي لأنه الوزير بيقلي دايما أنه هني أنه صار عم نأمن لسبعين أو ثمانين بالمئة من المرضى بقل له ايه بس بعد في عشرين وثلاثين بالمئة من المرضى وهذا حقهم صح هلأ هون الموضوع متعلق بالأزمة الاقتصادية في لبنان وكل شي ونقص التمويل للوزارة يلي هو نحنا ما رح نسكت أنه نظلنا نطالب فيه لأنه هذا حق من حقوقنا يعني أنا دايما عن جد هيكي بشكرك كتير لأنه اليوم صوت كل مريض قلت كلمة كتير جوهرية ومهمة يوم أنت طلعوا حكيوا رح يوصلوا رسيرهم بس رح يكون فيه معانات وفيه قلم يمكن ما يقدروا يكملوا الحكي لأنه فيه ناس فقدوا عزيز وفيه ناس فقدوا وعاشوا هالمعانات وعلما أنه حضرتك من الأشخاص اللي عشت وفقدت زوجتك وكل هيد التفاصيل ولكن الله أعطاك القوة يعني فيه ناس يمكن يقول لك هاني أنا أنا قادرة بقى أحكي ولا بقى أفنين أحكي فبشكرك أنه بعدك مستمر دايما توصل صوته نتوصل معاناته لا رأ أنا وقت بحكي عن بربارة أنا دايما بقول لهم بحكي وراسي فوق أنجون ليه؟ لأنه بربارة الحمد لله قدرنا تكملنا لعلاجها للأخير للأخير بس أنا دايما بقول لو بربارة راحت لأنه أنا ما قدرت تأمن لعلاجها لشوحياتي من بعدها نعم اليوم أنا بحكي عن بربارة ما بغص بس وقت بفكر بجورج وعلي وزينب وعليا هؤل أربع أشخاص أنا دغري بقليك هؤل وقفوا لأنه وتوفوا وتوفوا لأنه ما قدرت ساعدهم على الآخر كمل لهم علاجهم لأنه ما عند الإمكانيات صعبة طيب أنا إذا أنا هيك عيالهم كيف صعبة هن معانيتهم فويسيتهم دي بعدها بطن بداية كليوم إنه بترجيك ما إلي غيرها أدي صعبة 100% طبعا يعني نحن ما عنا مشكل مع الموت بس علينا نروح نروح بالكرامة للآخر يعني وبدنا نعيش نعيش بكرامة وبدنا نموت نموت بالكرامة 100% مش الموت اللي بيخوفنا صعب بس اللي بيخوفنا هو هالذل العذاب هالذل اللي عم يعيشونا فيه طبعا ونقص الكرام اللي أنا عم بروح فيه إنه أنا بي عم بيروح مرتع عم تروح خي عم بروح ومش أقدر أعمل له شي مش لأنه هيدا لأنه مش أقدر أعمل له مصاري صعب صعب يعني هون يمكن خلينا هيك كمان لكل الأشخاص اللي بحبوا يدعموا يعني هلأ صار فيه المركز صار فيه نشاطات صار فيه فيه أسماء في عندك أنت أشخاص تقدر إذا حدا تواصل معك تعرف وين يروح هيدا التبرى على هيدا الشخص والشخص فحلو كمان نكون إلنا دور نرسل لكل أصحاب الأياد البيضاء يدعموا هيدا المرضى اللي عم يعانوا يعني كتير واليوم حضرتك صوتهم فبتمنى يعني على كل الأشخاص نحنا أكيد أنا بوجه يعني نداء عبر شاشة الأنبياء أنا مشكورين لكل حدا لكل متمول لكل فعل خير بيحب أنه يدعم لو جزء جدا بسيط بس تعمل فرق تعمل فرق لو جزء بسيط بيعمل فرق نعم نحنا قدرين بعرف في كتير ناس ما تتوسق بالجامعيات باللبنان نحنا قلنا قصتنا واللي بيعرفنا بيعرف نحنا شو يعني مش مثل هوليكي بس أنه حتى لو نحنا مستعدين أي مريض هو بحاجة بيجينا أيضا نحاوله ضغري أنه علاقتك معه يا خرية إذا أنت بدك تمرق فينا ونحنا فينا أكيد نقدر حتى نقدر نوزع بعضل على البيئة بيقدروا يتواصلوا معنا عبر صفحاتنا على السوشال ميديا بربرا نصار أسوسيشن هلأ بنحطه تحت على أسفل الشاشة وهون خليني كمان أحكي شوية عن شغلي أنا رايح على أمريكا إذا أراد بتشرين وراح يكون في عدة نشاطات بعدة ولايات بأمريكا كدعم لمرضى السرطان في لبنان بس الأهم من هيك أنا ليش رايح أنا الحمد لله دعيت بصفتي الشخصية لأحكي بالمؤتمر العالمي لرؤسة المؤسسات الكبيرة للسرطان بالعالم يلي أنا أصلا ما خصني تكون موجود تكون سبيكر حتى أحكي أنه كهاني نصار كيف أنا رفقت بربارة خلال هذه الفترة بتجرب شخصية بالعيلة وكيف وصلنا أنه نرفع من قيمة وكرامة مريض السرطان باللبنان يبطر رقم ما حدا بيحكي فيه لأنه صار نحسب له حساب وتغير نظام الصحة بوزاعة الصحة انطلاء من القصص اللي نحنا عملناها لمرضى السرطان فهيدا شي بنفتخر فيه وأكيد تكون مش عم بحكي باسم الشخص أنا باسم الجمعية ككل مرضى السرطان في لبنان وشارك بالمؤتمر ومن بعدها رح يكون عنده جولة هونيك فصار عنا عدة طرق لكل المتبرعين بأمريكا بيهمهم يتبرعوا يكون ضريبة محسومة وهالقصص كمان في حسابات هونيك هذا الموضوع بيقدروا يتواصلوا معنا ونتمنى أنه نكون صري يتواصل بين مريض السرطان مباشرة باللبنان وأي جهة من حاخرجية يعني أدي هيدا المؤتمر مهم بتشريه الأول لكن مثل ما ذكرت وهن رؤسة المؤسسات رح يكونوا واختاروا لبنان وحضرتك شخصيا هذا أكبر دليل أنك حامل على عاد أكيدا الموضوع عم نوصل لتغييرات يعني هيدا اللي بيفرحك بالموضوع أنه عم بيصير فيه معرفة عن مريض السرطان أكتر لن ندعمه أكتر لنوقف إلى جانبه أكتر نحل له مشاكل كتير كبيرة لأنه مش مقبول يعني ولا مسموح بقى مريض يوصل لهذه المرحلة يعني قلت كلمة الأهل قديك من هن بعد ما يفرقون الغاليين بعيالهم هن بيكونوا عم بعيشوا معاناة كتير كبيرة لأنه مقدر تأمله أو مقدر تأمله وهيدي أصعب شغلة يعطون إياها بحياتهم يكمل صحيح مية بالمية فعلى أمل عن جد كل حد عم بتابعنا يقدر يدعم اليوم لأنه عم نحكي شئ نفسي وقدي هيدا السنتر رح يكون إله دور قدي بتحس أنه عن جد اليوم بالعلاج بالموسيقى علاج بالهاية حتى حينسون بمكان قدي بيقول لك نحنا مشكورين رح تجمعنا سوا كلنا مع بعضنا أدي كلهم كانوا ناطرين لكن كل شخص بتلفين على الجمعية حتى يطلب مسعادة أو توجيه بحسب وضعه أو وضعه بحكيهم أكيد عن موضوع التوجيه أو الدعم المادي أو غيره بس الأهم يلي هو كمان بالنسبة لأنه هو شيء أساسي هو أنه نحنا لح نوصلهم بأشخاص عيشوا نفس الخبرة يعني أنا اليوم دايما بقول ما في حدا بيقدر يشجع مريض يتخطى مرضه أكتر من مريض سبقه وعيش التجربة وكمل حياته لأنه أنا اليوم إذا زوجتي مصابة بالسرطان وعم بيجي بقول لها يلا لك شدي حالي كوني أبضاي وكذا بتطلع فيها بتقول لي أنت العلاج الكيميائي فيت على جسمك بقول لي لك نقود على جنب ما رح تفهم عليها ما تحكي بس ما فيها تقول هذا الحكي لصبية أنا بعرفها عليها ويحيي أبضاي وعم تتحك وكملت حياتها هذا الأمل هو الشي الأساسي اللي بهذه الطريقة بيخدوه المرضى سو أنت تخيل أنه هذا المركز هو صح مبنى حجر ونحنا بحاجة لقلو بس هيدا هيدا حلم صدقيني وبس بلشنا هيك يعني هلأ أنا بس حط إجري جوا بتحقي على المعجزات ربنا عم بيبع بتلاقي هلأ صار فيه ست متى حكيتني من فترة بتقلي نحنا ستين ست حبين نعمل شي بس يكون عنا علاقة مع المرضى يلا تعو عملوا نشاطات هون حدا تاني بروديوسر بدأ تعمل يلا تعي أنه أنه هذا المركز هو للكل طبعا منه حكر على مؤسسة بربارة نصار لأ هو للكل لا يقدر يخدم مرضى السرطان كدعم نفسه ونت أحلو عم جد بكل معنى الكلمة وخاصة كمان قد ما دلينا نحكي هاني فيه ناس بيحكوا معانايتهم تجربتهم مع أشخاص عم يتعالج ويعني حيكون فيه اللي عم تتعالج واللي شفيت والأشخاص اللي بيكونوا إلى جانب خليني نقول مرضى السرطان بيكونوا عم بيعلموا من تجارب بعد بيقووا بعضهم بمكان ما وانت المقلد بنهاية بصيروا عبيوتهم ومبلقوا حالهم لحالهم بصيروا بيتوجهوا على المركز ليكونوا سوا يعني إلوا كتير من الإيجابيات وهو برجع بعيد نحنا مش مستشفى نعم المستشفى أنت تخلص الجلسة بتحمل حالك تدفع الفاتورتي مزبوط بتعصبي بتروحي على البيت نحنا بتجي كأنك جاي على البيت انت جاي ترتاحي من عشي اللي حيكون كأنك رايحة على الجيم بتنقي بدي هيدا الصف وهيدا الصف وهيدا الصف على معيد أكيد بتجي وكل شي حاضر لخدمتك وخلال النهار الخدمات اللي عم بيقدم المركز إن كان بالمستوصف إن كان بموضوع التوعية والخليط النحل اللي حيكون عم بيشغلوا فيها المرضى وحتى بتحطون على السك الصح يعني كمان للأشخاص اللي إن شاء الله يارب نوصل لهذه المرحلة يكون في كتير قليل من نسب إصابات بمرض السرطان نوصل لمرحلة عن جد خلص يعني منشوف بقى ولا مريض ولكن كمان في أشخاص بيكونوا مصابين جداد بيكونوا معارفين حالوا شو بدون يعملوا في أشخاص بيعرفوا بيستقوهم بيستقوهم وبيعطلونا النصايح أنا عن جد اللي حيكون لدعم مرضى سرطان اللي عم بيعانوا يومياً وكل ساعة وكل دقيقة من هيدا المرض في جملة معروفة وين مكان بالعالم أنه مش لازم المريض يصارع لحاله هيدا هو الهدف الأساسي تبعنا وأنا هون بطلب من كل شخص من كل إنسان هيدا مسؤولية كل واحد مننا هيدا المركز برجعب أقول منه خاص بمؤسسة ونقطة على السطر هيدا مركز لكل اللبنانيين لأنه كل اللبنانيين للأسف معرضين للإصابة بالسرطان ما في بيت ما فيه مصاب بالسرطان أنه تعود نحط إيدنا بإيدان بعضنا لحتى نقدر نخدم بطريقة أكتر نساعد بطريقة فعالة أكتر ما أعطي ما أعطي التاجر يعني عم بيتاجر بمريض السرطان أعطي المريض مباشرة حتى يقدر يكمل علاجه وقصة اللي عم يدعم واللي عم يعطي بحس حاله مبسوط أكتر وبالأشرفية عند الأباء العزاريين مركز مستقل مدخل وخاص فيه قريب للأبسة وهو بيت الكل أنا متأشكرك شكرا لأنك كمان حامل صوت الكل عن جد مشكور هاني رئيس جمعية بربارة نصار تحية لك تحية لروح بربارة نصار اللي عن جد ناضلت وعن جد مناضلة وتركت وراها أشخاص يقدروا هالأد يعتوي يكملوا بإسمها لتكون هي مثال للمرأة القوية والرجل القوي كمان اللي بيتعلم من تجربتها شكرا لألك أهلا وسهلا فيك أنا شرفتنا شكرا لحضورك وشاهدين على هون ويكون وصلنا لختام هيدا الحلقة منش جديد معادنا بتجدد بكرة نفس المعاد فأكون أكثر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر